السلام عليكم بسبب ضخامة الزعيم والزعيم هو فينيكس ويبلغ طوله 180 متر ويضا بسبب ضخامته لازم تجري فوق ظهروا عشان تقاتلوا في المركز الثامن عندنا أضخم زعيم في سلسلة سولز وسلسلة سولز مشهورة بضخامة الزعماء اللي فيها وأضخم زعيم فيها هو ستارم كينغ من لعبة ديمون سولز ويبلغ طوله 182 متر في المركز السابع عندنا الزعيم مولار من لعبة كلزون 3 وحجم الزعيم هو 280 متر ومن كبرى الزعيم تقاتل أو شي وانت على الأرض بعدين تأخذ الطيارة وتقاتلوا من فوق وفي المركز السادس عندنا الزعيم ريد آي من لعبة لوس بلانت 2 ويبلغ طول الزعيم في 305 متر في البداية يطلع لك الزعيم ويأكل لك نصف القطار اللي انت عليها وسلكن انت لما تقاتلوا ما تقاتلوا عشان تقتلوا انت بس تقاتلوا عشان تكسب الوقت عشان تهرب وفي المركز الخامس عندنا أحد الزعيمة من سلسلة فاينل فانتيسي ودائما السلسلة تبهرنا بشكلة الزعيمة واكبر الزعيم في السلسلة هو آدم انتواس ويبلغ طوله 320 متر واغلب وقتك تضار بعونه بسبب حجمه الكبير واتوقع من كبرى الزعيم ممكن أغلب الناس يوم شوفوه خافوا وسحبوا عليه في المركز الرابع عندنا الزعيم ماذرشيب من لعبة ايرت ديفينس فوس وحجم الزعيم هو 365 متر والزعيم عبارة عن سفينة فضائية تحاول تدمير مدينة توكيو في اليابان وانت تحاول انك تفجر السفينة قبل ما السفينة تفجر المدينة وفي المركز الثالث عندنا الزعيم كرونس من لعبة قود اف وورد 3 الزعيم جدا كبير وضخم ومن كبره تجلس تكسر أظافيره وبعد ما تخلص من أظافيره تدخل بس جسمه وتقاتله من الداخل وكأنك جرثومه عشان تكتله ويبلغ طول الزعيم 488 متر وعندنا في المركز الثاني زعيم بالغ في طوله وحجمه والزعيم هو غونغين وايزن من لعبة آزاريس راث وطول الزعيم هو 13 ألف كيلو ولكن في البداية تقاتله قبل التحول ويصير كبير ولكن حتى هو صغير برضه يعتبر ضخم لما يتحول التحول الأخير حقه من كبره فقط تقاتل إصبع وإذا ضرب الكرة أرضية كف حيمحيها من الوجود وفي المركز الأول عندنا الزعيم يونيكون من لعبة ترانسفورمز وهذا الزعيم جدا بالغ في حجمه وأنا أقول لكم ليش حجم الزعيم هذا 9 أضعاف الزعيم اللي كان في المركز الثاني وطوله يبلغ 120 ألف كيلو وكنت تحسبون أنه الزعيم المركز الثاني بالغ في طوله وإيضا هذا الزعيم تقاتله في الفضاء هذا شيء أكيد أصلا ما له مكان غير الفضاء وكذا نوصل لنهاية المقطع التوب 10 لأضخم 10 زعماء في عالم الإلعاب إذا فيه زعيم ضخم ما ذكرناه في الفيديو إلا تكتب ليها في الكومينتس وإيضا إذا عجبك المقطع لا تنسى الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة والسلام عليكم